تواصل مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وذلك من خلال وساطاتها الممتدة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحقن دمائه نجحت الجهود المصرية والقطرية في التواصل لاتفاق لتمديد الهدنة ليومين إضافيين بين حركة حماس وإسرائيل تمديد اتفاق الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين خبر إيجابي حظي بردود فعل إقليمية ودولية واسعة لكنه يؤكد الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه مصر دوما لتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال وساطاتها الممتدة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وحقن دمائه وكان آخر هذه الجهود رعاية اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإتمام صفقة تبادل الأسرة والمحتجزين بين الجانبين لينعم قطع غزة ببضعة أيام من الهدوء بعد نحو خمسين يوما من القصف والغارات جهود مصر لتمديد التهدئة يومين إضافيين جاءت بالتعاون مع الأشقاء في قطر وبالشراكة مع الولايات المتحدة ومع اقتراب نهاية أيام الهدنة الأربعة صباح اليوم لتزيد الأمال بشأن إمكانية مواصلة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف استهداف القطاع ووقف عملياته البرية بما يسمح بتحقيق هدنة دائمة ويمنح المجتمع الدولي الفرصة لإنقاذ السكان في قطاع غزة عبر إدخال الاحتياجات اللازمة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقود وغيرها من مقاومات الحياة الأساسية الجهود المصرية لم تتوقف على الوساطة بين الأطراف على المستوى السياسي فقط حيث لا يمكن إغفال الشق الميداني من خلال جهود الوفد الأمني المصري الذي تولى الإشراف على صفقة التبادل وعملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وكذلك تسلم المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر وكذلك تسلم المحتجزين الإسرائيليين من الصليب الأحمر عبر معبر رفح ثم تأمين وصولهم إلى الجانب الإسرائيلي عملية معقدة تضاف إلى خبرات الوسيط المصرية التي اكتسبها عبر جولات الصراع الممتدة خلال السنوات الماضية وذلك بين إسرائيل وحركة حماس والتي جعلت مصر قادرة على مواجهة أي عقبات وهو ما ظهر جاليا خلال اليوم الثاني من اتفاق الهدنة عندما تواصلت مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وتم التبادل الجهود المصرية لتمديد الهدنة كانت محل تقدير وإشادة كبيرة إقليميا ودوليا وأمميا وهي تترافق مع إشادات أخرى بالدور المصري على صعيد تسهيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وأيضا عبر مساهمة القاهرة بأكبر قدر ممكن من تلك المساعدات المقدمة من مصر على المستوى الرسمي والشعبي والأهلي وهي جهود غير غريبة على مصر كبيرة العرب التي لم تحد يوما عن الوقوف إلى جانب أشقائها بمختلف السبل وعبر مختلف الظروف